اسمه محمد كان بإمكانه أن يرى ابتسامة من أبيه أو أمه تحيل صرخاته إلى ضحكات لولا الإهمال الطبي الذي أطفأ نور عينيه وحرمه رؤية كل ما هو جميل في حياة لم يرى بعد منها شيئا الطفل كان في قسم العناية بالخدج في مستشفى الزهراء في محافظة النجف ليتعرض لجهاز يتسبب بفصل شبكية العين وفقدان البصر إن تم تخريجه دون فحصة فبعد مرور ربعة شهر عرفت صارت عدة حالات الطفل عيونه قامت الدمي عدد قين صارت عيونه حمرة يحكن فراجعتني تقريبا الأمور صارت خلال يومين فراجعت الدكتور عبد الرزاق الحلو بداية الأمور فسوال أفحوصات قال لي ابنك أعمى تماما ومصر لكل علاج هذا الطفل أنت المفروض أول ما يطلعوك من الخدج هذا الجهاز السباب إلى تأثير من فصال الشبكي أو تليف على الشبك كان من المفترض من الأطباء أن يفحصوا عيون الطفل قبل تخريجه وصف الدواء أو العلاج بالليزر لتفادي مخاطر تعرضه لأجهزة تؤثر على البصر خلال مكوثه في قسم الخدج مطلع بالصدفة وهذا الدكتور أنا رحت له مسؤول على هذا الجهاز بالمستشفى جهاز السباب قال لي أنا هذا الجهاز بيدي من أصبح ومخلي أطباء اثنين مسؤول أطباء اثنين يفحصون الأطفال بسبوع مرتين الشوان ما فحصوا ابنك قلت له ما فحصوا قلت له ما حد بلغني قال المفروض يطلعوك ورقة يحولوك به إلى مركز الشبكي داخل مستشفى الزارة وهذا المركز كبال الخدج يعني الباب مال تكبال الخدج ولد الطفل أكد أن القائمين على المستشفى تنصلوا من مسؤولياتهم تجاه طفله الذي فقد بصره بسبب إهمالهم بينما يؤكد ناشطون انتشار الأخطاء الطبية بشكل كبير بسبب الإهمال الحكومي وغياب الرقابة ما عندنا جهات رقابية مسؤولة كنقابات صحية وطبية ولا جهات رسمية حكومية صحية تحاسب ولا نملك عنصر الجزاء للمقصرين والمهملين فبالتالي تشوف هذه الأخطاء هي تتكرر بشكل كبير وتوصل نتائجها تكون وخيمة أحيانا قد لا يكون محمد الضحية الأولى للإهمال والأخطاء الطبية في العراق ولن يكون الأخير ما دام الأطباء الذين تسببوا بحرمانه نور عينيه ما زالوا كغيرهم في أماكنهم دون حسيب أو رقيب في دولة غاب عنها القانون